احني فيه كورونا ولا ما فيش هنتعايش دي اهدار لقيمة الانسان حرام انا بقول لك حرام اللي انتم بتقبلوه ده ومش عيب ان انت يتواجه الناس انا ايوة قائد اتقلاب وهو طول عمرك هتبقى في نظر بس على الهل حد يقول له يا جماعة ما يقولش كلامه عكسه اصلا كده غلط ده حتى سلطك وحشة طب انت خدت اللقاح ولا لا انا بسألك سؤالة اهو مسجلوه عالسوشيل يا جماعة انا بسأله هل اخدت اللقاح واي لقاح حين اخدت وامتى وفين الشعب عاوز نطمن على صحيتك يا باشا وعلي ايه للوقت مصطفى ومحمود وحسن بقيت الاسرة حرام عاوزون نطمن عليه خدت الصيني ولا خدت الروسي ولا خدت الامريكي الوحش لابا الامريكي بقى واحش جلوقت وترامب بقى كذا كذا اللي خدت اللقاح هي السبت الوزيرة وقالت لك بعد ما اخدته ولا قبل ما اخدته احنا مستعدين نوفر احتياجات الدول افريقيا قالتهم يا حجة احنا ما عندناش العشرين مليار لحد الوقتي وما اعلنتيش عن جدول زمني وما قلتش ايه نقل اللقاح بالزبط اللي الشعب هياخده هنودي افريقيا يخربيتك ايه الوهم اللي ده ايوة نصنعه اه احنا هنصنع ايوة انما لتوفير احتياجات يعني دي نهضة صناعية يا رب اللهم امين طب نوفر لنا الاولي حاجة يا ماما ده لسه مستشار السيسي نفسه قالك العب مش عندنا العب عند الدول اللي بتصنع فاحنا يسا مستنيين هما يصنعوا ويبعتولنا وناخد احنا وبعدين ناخد الجرعة التانية وانت بتقولي بكل هدوء احنا مستعدين نوفر حاجات ده يا ماما وفاري اللي اعوزوا البيت يعلم على الجامع بس هو ايه يا الله يا عم هيص هيص هناخد خمسين الف جرعة ونديهم لبلد افريقي تعبان عشان يبقى السيسي بينقط بنجيب المصريين حاجة منتهى المصخرة منتهى منتهى المصخرة يعني انت بتكلم ايه في ايه وتقولك انا خدت الفاكسين وجاد السخوني انا بقى فاكسين قولي للشعب عشان نعرف لعلها اخر انا معرفش هي خدت انا واحد حد عنده فكرة يعني حد يبحث كده يكتب لنا نشوف لنا انا حاجة جاهز مش معاي النهار دي انا اي حال اللي نعرفه انه آآ آآ بايدن خد وترامب ازن واسمه وآآ والرئيس اردوغان اخد وقال انه هو اخد الروسي ازن مش كده اولي ايه صح ازن خد الروسي وعادي بقى وزي زي الشعب فيه خبر لو اللي ما فيش لا اعاني من اي اعراض جانبية بس الستة الوزيرة بتعاني ما انا اعرفش ليه بس يعني ربنا يشفي الكل ويرضع عن الكل اشتركوا في القناة